التاريخ كان بيقول 8 يونيو 2014 والعيون كلها كانت الحقيقة بتتابع منذ الصباح في التاسعة صباحا محكمة دستورية العليا وقصر الاتحادية وقصر القبة والحقيقة 8 سنوات مرت وفي 8 سنوات بنتذكر إزاي كانت مصر كيف كنا وكيف أصبحنا حاجات كتير جدا مرت علينا كشعب وحاجات كتير إحنا كمان عايشين معها الدولة بتبني وإحنا كمان بنبني والدولة بتحارب وإحنا كمان بنحارب معها في ظل حاجات كتير جدا مرت على مصر مش بس في إنك في معركة البناء والتعمير الخاصة بمصر والبنية التحتية لكن كمان عندك أزمات عالمية كانت موجودة ومزالت موجودة في ظل كل هذه الأزمات العالمية كنت بتحاول كدولة وكقيادة وكمواطن أن أنت تنضم وتحاول أنك تتحسن عندي حبدأ معاكم بخبر والخبر ده بيطمننا على أننا دايما ماشيين على الطريق السليم إلى حد كبير وإن نحاول زي ما الدولة بتحاول وزي ما العالم كله رغم كل الأزمات اللي موجودة فيه بيحاول الخبر بيقول الاقتصاديات العالمية واصل البنك الدولي توقعاته المتفائلة لمسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة نشر الحقيقة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتين صلت الدوق فيه على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده على الشاشة يعني الانفو جراف ده بيوضح كمان زي ما حضراتكم شايفين معنا بيوضح البنك الدولي يرفع التوقعات وزي ما انتم شايفين بالسنين يعني عندك من 2018-19 إزاي إحنا مشينا ولحد ما وصلنا حتى خلينا نقول 2020-2021 وقت جائحة كورونا إزاي إحنا بقينا أحسن في 2021-2022-6 1 من 10 أو 6.1 وده معدل النمو المتوقع للعام المالي الحالي وده بشكل عام بيبين قد إيه إحنا عندنا يعني ده توقعات البنك الدولي وده بيديك إحساس أنت كمان كمواطن التجاوزات اللي حصلة والشيء اللي حاصل كمان البنك توقع أنه بس فيه 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو واقتصادي لعام 2022 يتجاوز الحقيقة يعني ما كانش متخيل أن هما يتجاوزوا ده أبرزها من مصر زي ما انت شايف 6.1 أو يعني 6.1 من 10 أو 1 في المية وبتليها بنجلاديش كمان زي ما انتم شايفين السعودية 7 في المية الهند 7.5 من 10 في المية والعراق 8.8 من 10 في المية زي ما انتم شايفين الأرقام دي بتبين توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي طبعا مصر كمان بتدعم الإصلاحات الاقتصادية ومصر بتشهد كمان نشاط اقتصادي وفي نفس الوقت بيظل النمو الاقتصادي زي ما انتم شايفين طول الوقت إزاي بيقدر يبين أنه إحنا عندنا هذه التوقعات مصر بتحقق أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات المنطقة خلال العامين المقبلين وده في حد زيته كمان إنجاز يعني لما تشوف كده يعني إحنا في 20-22 لكن لما نروح لـ 20-23-20-24 شوف مصر بتطلع اللغاية فين فانت شايف بالأرقام انت عندك 4.8 أو 5 وبعدين في قطر وفي تركيا في المغرب الإمارات تونس البحرين العراق السعودية عمان الكويت إيران الأردن والجزائر فانت موجود ضمن أهم اقتصاديات المنطقة خلال العامين المقبلين وده يخليك أنت كمان عندك نوع من أنواع يعني إيه الأمان والاستشراف بأنه الخطط بتاعتك الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة بتديك إحساس بأنك على الطريق وده أهم شيء لأنه الحقيقة البنك الدولي لما بيقدم ده مش بيقدمه إلا بناء عن معلومات وعن حقائق في كل دولة إزاي الاقتصاد في كل دولة ماشي إزاي الطريقة بتاعة الإصلاح الاقتصادي ماشية إزاي وإزاي قدر رغم الأزمات إنه يحقق النمو ده وإحنا زي ما كنا متابعين حتى لما كنا في وقت كورونا كان الحقيقة أيضا الاقتصاد المصري بيحقق تقدم ونمو ولكن واضح إنه النمو كمان يعني بيتحسن وأحسن ونتمنى بإذن الله إنه السنوات المقبلة زي ما شفتم معي على الجدول تكون مصر دايما من أهم المناطق وأهم الدول اللي بتحقق نموه اقتصادي على الأرض الخبر ده من الأخبار اللي أنا لما بشوفها كمواطن بتديني إحساس إن أنا يعني في خلال الثمان سنين دي وإحنا بنعمل إصلاح بشكل كبير إصلاح في كل القطاعات إنت مش بس بتعمل إصلاح في قطاع واحد لا إنت إصلاح في كل القطاعات لما ترجعوا ليه الخطاب الأولي لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي خطب فيه للأمة وترجعوا تشوفوا بنود الخطاب تعرفوا إن كل بنود الخطاب هو ما تم إنجازه اليوم في كافة القطاعات لما تيجي مثلا تشوف لو من الآخر كنا يمكن الأسبوع الماضي كنت مع حضراتكم وكنا بنتابع مثلا قطاع الزراعي في مصر كان عامل إزاي قطاع الزراعي إزاي بيتقدم إزاي الدولة قادرة إن هي في خلال الأزمة ومع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية إزاي قدرت على طول أولا تقيس الاحتياطي بتاعها وتشوف مخزونك من القمح عامل إزاي وبسرعة كمان نشوف أراضينا ممكن نستصلح وإزاي نقدر نطلع حصاد زي القمح زي اللي شوفنا في تشكة وزي اللي إحنا طول الوقت ومش بس كده نتحفز الفلاحين تديهم أيضا يعني يعني تحفيز علشان يكون كمان الحصاد ومتابعة القمح بشكل كبير فيبقى الوضع أحسن وإن هي كمان تهتم بالفلاح بشكل عام اهتمام كبير إنه يبقى موجود دايما إنه يبقى فيه متابعة له وتقديم المساعدات وتقديم القروض علشان كمان تقدر تحسن من القطاع الزراعي شوفنا كمان إحنا في الفترة اللي فاتت دي لو بتتكلم على النمو الاقتصادي فتقول إنه يمكن الحاجات كمان اللي انت قدرت تعمل لها تحقيق في المعدلات الزراعية والاستصلاح الزراعي إنك كمان تقدر تصدر انت بتصدر طبعا حاجات في فترة كورونا كنا بنصدر الموالح وكنا متقدمين جدا من الدول المهمة عندك البطاطس المصرية وعندك الخضروات والفواكه المصرية اللي بتصدر بشكل كبير فانت طول الوقت بتتابع اللي بيحصل زي ما بتشتغل على الأرض كمان فالشغل بتاعك كل ما كان فيه كفاءة كل ما كان فيه علم كل ما كان فيه دراسة فانت بتقدر تمشي على الطريق ده من الأخبار اللي حب أبدأ معاكم فيها واللي حب أحس كده إنه الناس برضو لازم تبقى شوية بتتابع الناس أحيانا بتاخد الكلام من غير دقة لكن لما بنشوف الكلام بدقة وبنرجع للناس الدقيقة زي البنك الدولي وزي خبراء الاقتصاد وزي شركات الاقتصاد الكبيرة اللي بتعمل تحليل للشكل الاقتصادي في العالم بتحس إنك يعني الخطة بتاعتك ماشي على الأرض وإن أنت فيه شكل أحسن بكتير اشتركوا في القناة